بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله في سورة النساء وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا من هذه الآية 140 ملمح هناك ملمح وإشارات وتوجيهات أن المؤمن يخاصف الله ويحب في الله إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم يعني لو أنت جلست في مجلس وشتم أباك أكيد ومؤكد أنك سوف تقوم أقل تقدير إذا لم تقم بإطالة اللسان واليد إذن هنا التعصب للعائلة والقبيلة لكن الله لا يطالبك بالتعصب من أجله انظر النقطة الجميلة هنا فلا تقعدوا معهم حتى يقود في حديث غيره إذن هذا الملمح الذي يلمح إليه الآية الكريمة إن الله عز وجل إذا سمعت في هذا المكان في موضع معين جلست فيه وسمعت من يستهزئ بآيات الله إذن لا يطالبك بأي شكل من أشكال التعصب الضرب أو الشتم بل أترك المكان بهدوء واترك الجلسة بدون كلام لماذا؟ هل أنا سأترك هؤلاء الأشخاص وأعاديهم إلى الأبد؟ لا حتى يكونوا في حديث غيره إذن النقطة هنا أن هؤلاء الأشخاص يتحدثون في كلام يمص معتقد إذن لابد من ترك هذه الجلسة وهذا الكلام حتى أضع لنفسي هوية هذه الهوية أنني أجلس في مكان يحترم معتقدي اتقطع النظر عن هؤلاء الأشخاص إذن حتى هنا تفيد انتهاء الغاية حتى يتحدثوا بإذن إذن هذا المبلغ أو هذه الإشارة والتلميح الرائع الذي يعني توحي بها هذه الآية أنني أحب في الله وأخاصب في الله وأن الله لا يطالب عباده ألخوط جميعهم عياد الله أن الله لا يطالب عبادي بالتلاحم والتذابح يعني نعم هنا في معتقدات ولا يجب أن تمس وهنا يعني خطوط حمراء لكن في هذا الموضع تحديدا أن الله يقول بالصورة واضحة إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إذن أنا عداء ليست مع الأشخاص إنما مع اللغة التي يتحدثون بها إذا مست معتقد سأترك هذا المجلس اهدوء ولا أعد إليه حتى يغيروا يحترموا معتقدي احترامهم لشخصي أي احترامهم لمعتقدي وتغييرهم للغة التي تناسب قبول وتقبل فيها هذه الملمح الأول أيضا استكمال أنكم إذن مثلهم هذه الآية حقيقة يعني لها دلالات عظيمة وبالغة وهذه الجزئية طبعا لها دلالات عميقة في علم النفس حقيقة وهذه أيضا ممكن القول أنها معجزة تدل ثبتت أو حقيقة علمية ثبتت صدقها في علم النفس وعلم الاجتماع يؤكدون هذا الأمر أن الفكرة تكرار المعلومة وتكرار الفكرة أو الكلمات تكرارها ترسخ حتى لو الشخص لا يؤمن بها ترسخ في العقل اللاواعي ثم تؤثر في عواطف وشعور الشخص ثم في قراري حتى تصبح سلوك يعني أنا إذا تكرر معلومة أسمعها سواء إيجابية أو سلبية حتى لو لا أؤمن بها وجلست مع هؤل الأشخاص وسمعت هذه الكلمات تكرارها ترسخ في العقل اللاواعي ثم تؤثر على الشعور والعواطف ثم في القرار ثم تصبح سلوك لذلك هذا على هذه الوتيرة يعني تدندن أو تستفيد يستفيد المروجون في السلاع إذن هذه حقيقة في علم النفس وعلم الاجتماع تحديدا علم الاجتماع النفس يعني في موضعية علم الاجتماع الخاص في علم النفس يعني في علم النفس الشخصية في علم النفس الاجتماع وهكذا تخصيص تخصصات في علم النفس على هذه الوتيرة يدندنون ويستفيدون صناع الدعاية والإعلام في الترويج لسلعة معينة عند عرضها في التلفاز أو في الميديا يعني بشكل عام في عند عرضها يعرضونها عدة مرات ويروجون الكلام الإيجابي عن هذه السلعة لماذا؟ لأن هذا ما يستفيدون من تكرار المعلومة إجابا أو سلبا ترسخ في العقل اللوعي ثم تدخل في الشعور والعواطف ثم ترسخ في قرار وتصبح سلوك بشكل لا إرادة يتوجه المرء عندما يذهب إلى السوق أن يمسك بشكل لا إرادة هذه السلعة التي يراها دائما في وجه ويسمع عنها وهكذا بشكل لا إرادة يراها ويشتريها هذا ما تؤكده علم النفس إن تكرار المعلومة لذلك هذا أيضا حقيقة علمية أنكم إذن مثلهم من يقعد أو يجلس مع الأشخاص وهذا أيضا ملمح لابد من التأكيد عنه إن المؤمن يجب أن يحافظ على إيمانه بعدم سماع أو جلوس أو الخوض في الحديث مع أولئك الأشخاص الذين أقل يدنوهم درجة في الإيمان يجب أن يزيد المؤمن في إيمان إذن هذا الملمح لابد إذن عودا على بدء أؤكد الملمح الأولاني هو الحقيقة العلمية في علم النفس وفي علم الاجتماع إن تكرار المعلومة سلبا أو إجابا تصبح تدخل في العقل واعي ثم تؤثر في العواطف والشعور ثم في القرار ثم في السلوك إذن هذه حقيقة علمية إذن الملمح الآخر الذي تلمح إليه الآية وإذا سمعتم أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزو بها فلا تقعدوا معهم إذن الملمح الأول قلنا أن أخاصم في الله وأحب في الله وألا أتعصب لا يطالبن الله عز وجل أن أتعصب إنما أرفض الكلام الرفض بأن أترك هذا المجلس لا تقعدوا لا ناهية عن الجلوس معهم إذن لم يقول الله عز وجل جادلهم تحدث معهم إذن هنا لا تقعدوا إذن يعني حتى النقاش مرفوض هنا فرق بين الجدل والنقاش الجدل هو كأن من يدور في حلقة مفرغة لا يعني لا يرجى منه الوصول للحق إنما تكرار يعني كمان هذا يعني الخطاب دقيق جدا لا تقعدوا يعني لا حوار يعني هذا الخطاب عندما يقول الله عز وجل لا تقعدوا معهم الخطاب العامة المسلمين يعني يستثنى منها أكيد العلماء الدعاة الذين يعني لهم من الإيمان ما عندهم وعندهم وسائل وتقنية معينة علمية وأساليب علمية للإقناع الآخر والنقاش وإلى آخره هذا الخطاب العامة المسلمين إذن قلنا الملمح الأول أحب في الله وأخاصم في الله الملمح الثاني أنها حقيقة علمية تكرار المعلومة ترسخ في العقل اللواعي ثم في العواطف في الشعور ثم في القرار ثم في السلوك وهذه حقيقة علمية في علم النفس الاجتماع أيضا الحقيقة الثالثة المياه يتغير ارتفاعا وهبوطا كذلك الإيمان يتغير ارتفاعا وهبوطا لابد أيضا من الاستزادة في الإيمان أيضا لابد من الاستزادة في الإيمان والنقيد منه أنني لابد من أن يعني أبحث جيدا عن المواطن التي تخص معتقدي أترك هذه المواطن الحديث الجلسة لابد من يعني حفاظ على إيماني أيضا المواضع التي يتهزز وإذا اتزعزع فيها إيماني أتركها نهائيا لا أسمع إلي أيضا لابد من المسلم من تقوية إيمان وذلك بالأدعية إذن الدعاء مخ العبادة الدعاء أساسي للمؤمن إن المؤمن يحرص على الأدعية التي تثبت إيمانه مثلا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك الكلمة ثبت لها من الدلالات ثبت قلبي على دينك وكثيرا ما نسمع الكباب السنية دعونا اللهم ثبت علينا العقل والدين هذا الدعاء الرعي علينا تفعيله فالعقل هو جوهر الإنسان فالمجنون حتى لو كان مؤمنا لا فائدة من دينه إذن العقل أولا والدين ثانيا اللهم ثبت علينا العقل والدين هذا الدعاء عظيم حقيقة إذن هذه الملامح الأربعة التي بحثناها في الآية الكريمة وقد مزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ فلا تقعدوا يستهزأ بها فلا تقعدوا باهم حتى يخوضوا في حديث غيرها إنكم إذن مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا إن الله عز وجل يجمع المتشابهين المتحبين في الله يجمعهم معا وهكذا المنافقين والكافرين في جهنم جميعا انظر إلى دقة الكلمات أن المنافق والكافر على حد سواء لذلك إنكم إذن مثلهم من يخوض مع الخائضين في آيات الله ويستهزي بها ويعني مجرد أن تسمع للشخص فأنت تؤمن به فأنت تؤمن بما يقوله فهذه آية حقيقة لها من الدلالات العظيمة والمهمة والمفيدة أيضا لابد إذن من تقوية إيماننا ولابد أيضا من أن نجلس مع الأشخاص الذين يزيد إيماننا ولا ينقص ولابد أيضا من الاستمرار على الأدعية يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم ثبت علينا العقل والدين وأنا شكرا